تسمية العواصف والمنخفضات الجوية تسمية العواصف والمنخفضات الجوية تسمية العواصف والمنخفضات الجوية تنفيذ سرعة الرياح تفوق إلى 90 كم في الساعة وكمية أمطار استمرارية لأكثر من ثلاثة ويؤثر على حياة الناس تقوم بصلحة أرصات الجوية تسمية العواصف حتى لا يحدث فيه فوضى بالتسميات تعملنا ليستة من سنة 2015 هذه ليستة بدأت بالاسم العاصفي زينة التي كانت عاصفي قوي واستمرت لخمسة أيام ويؤثر على حياة الناس وقطعت طراءات مناطق الداخلية والجبلية وتدريجياً سنذهب بالألفابي بشكل القلب يعني عاصفي كانت تيوهان بعدها كانت عاصفي ويندي والتسلسل وصلنا إلى عاصفي كان اسمه أوسكار وكريم وماريام ولولو وكذا عاصفي الأسماء هي ليستة بدأت تحت أرصات الجوية على بعض الأحيان في البداية خاصة هناك عواصف تسمت بشكل سريع كانت علاقة بالنوع العاصفي أو بالوقت بالتحديد وفي عاصف مثل عاصفي نانسي سميناها وقتا لأننا بالأول لا يوجد ليستة موجودة بالنسبة للعاصفي حيان تسمت جمالة برات الليستة ولكن لأن الاسم هو اسم عربي أصيل والحيان هو شخص فيه أشخاص يهتموا بالرصد الجوية يتابعوا ويجوا لعنا على المصطحة هوات يحبوا الموضوع هذا حبنا نكرم هذا الشخص بتسمية العاصفي على اسمه بعض العاصفي دانيلا مع استمرار العواصف والمنخفضات الجوية الليحة بالطول والأسماء بتتعدد بعد دانيلا وحيان شو رح بيكون نطرنا بالأيام الجاية دانيلا هي كانت على الليستة يعني بعد فيه ثلاث أسماء وبتخلص الليستة لأنه عم روح بالألفابية بالعكس بالقلب العاصفي الجاي مثلا هي اسمه كلارا بعدين في عنا بيلا وبعدين بحرف القافي عنا أمير على الأرجح بتكون خصف الليستة نرجع نعمل الليستة جديدة لكن التسمية هي العلاقة بنوعية العاصفي والأرشيف هدف الأرشيف حتى نرجع بعدين بالأرشيف تفض كل المعلومات عنها سرعتها والأضرارها والخرايط وكمان هالعواصف هيدا هي بالتاريخ كانوا الناس يسمون غيرهم من زمان البحارة لما يسافروا بعادة عن أهلهم بعادة عن عينتهم يشوفوا عواصف كل واحد يسمى العاصفي على اسم زوجته اللي بكونوا مش تقلق أو شيء من هالنوع بعد فترة للسفر كانت فيه عادات تتسمى العواصف على اسماء إجمال النساء لزي أغلبية العواصف هي عاسماء النساء وبين عادة قديمة كملت لليوم وطريقة لتسهيل عمل الأرصاد الجوية تستمر عملية تسمية المنخفضات لنكون كل مرة مع اسم جديد